موسيقى حيث لكم مشاهدين في هذه التغطية المدشرة التي متابعة في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تجوزت بعدة أيام المئتين يوم وسط جهود فيها محاولة للضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب وجهود على جانب آخر في التفاوض من أجل الوصول إلى تهدئة وتفاوض حول تبادل الأسرة وفي ممر ثالث هناك جهود دولية لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ويتلاءم مع احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة وتصريحات القادمة من الحكومة الإسرائيلية تقول إنها مستمرة في هذه الحرب حتى تحقيق أهدفها وأنها ستنفذ عملياتها البرية على مدينة رفح الفلسطينية سواء تمت هناك جهود ناجحة للتهدئة أم لا إلى أين تتجه إذن الأوضاع في الأراضي المحتلة؟ هذا هو موضوعنا في هذه التغطية المباشرة مع ضيفنا الكريم الأستاذ أسامة دليل الكاتب الصحفي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي أهلا بحضر أهلا بحضر أسمح لنا في البداية أن نتابع سريعا مع حضرتك ومع مشاهدين هذا التقرير الذي يرصد آخر التطورات الميدانية والسياسية في هذا الملف ونعود لنفتح الحوار أشهر من الدمار والمجازر الوحشية والألم والحصار والتجويع فلا زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه ضد الإنسانية في فلسطين من القتل الوحشي للأطفال وتدمير أحياء سكانية كاملة وتهجير قصري لأهالي غزة من بيوتهم وغيرها من الانتهاكات التي لم تتوقف منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجمعية حتى هذه اللحظة والوضع ينذر بحدوث كارثة إنسانية ومنذ اندلاع تلك الحرب الوحشية الدامية لم تتوقف جهود مصر لوقف آلة الحرب الإسرائيلية حيث تحمل مصر القضية برمتها من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد وعلى المستوى الإنساني كان لمصر كعادتها الدور الأبرز حيث استقبلت عددا من الأطفال الخدج حديث الولادة والعديد من المصابين وأنقذتهم من موت محقق ولم تقتصر جهود مصر على هذا فقط بل تم إرسال العديد من القوافل والمساعدات وتبذل مصر أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان الدموي وواجه دخول المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري منذ البداية عقبة أولية وهي أن المعبر غير مخصص ولا مهيئ إنشائيا لدخول البضائع ولكن للأفراد فقط وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات ثم قام الجيش الإسرائيلي بقصف الطريق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطيني مرات عديدة وهو ما حال دون أي تحرك عليها وقامت مصر خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق ولم يغلق معبر رفح من الجانب المصري لحظة واحدة طوال أيام العدوان وقبلها وهو ما أكدت عليه تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد وتعطيل أو تأخير دخول المساعدات بذريعة تفتيشها ودائما ما تصر مصر على مواصلة تقديم الدعم المعنوي والإعلامي والمادي للشعب الفلسطيني فكان الموقف المصري منذ اللحظات الأولى للحرب داعما لفلسطين محملة العدو الإسرائيلي مسئولية أحداث السابع من أكتوبر نتيجة الحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني ما أوصل الأمور إلى حد الانفجار موقف مصر من مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ظاهر وواضح وصريح وقد رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي التهجير القسري والطوعي للشعب الفلسطيني من قطاع غزة ورفضت مصر أن يكون التهجير تجاه سيناء أو أي دولة أخرى لأن هذا يعني انتهاء وتصفية القضية الفلسطينية احنا ركعين تين يفا اهلا بكم من جديد أستاذ أسامة نبدأ بملف التفاوض حول التهديئة وتبادل الأسر هذا الملف الذي لم تنقطع المشاورات بشأنه سواء في القاهرة أو في الدوحة مع كل الوسطى هل يمكن أن يكون هناك ما يبشر بالوصول إلى تهديئة ولو مؤقتة في هذا التوقيت ما رشح عن تصريحات من أطرفين والله المشهد إذا نظرنا إليه بدقة ومن غير أي عواطف لا يبشر بالخير من ناحية تل أبيب لديها اعتبرت ومن ناحية أخرى حماس لديها اعتبرت والعبء الأكبر في الحقيقة اتضح أن اللي شايله هو الوسطاء يعني العبء الأكبر في هذه المسألة مصر وقطر طيب القطريين بدأ عليهم التعب يعني وصلت المسألة إلى درجة يعني إحنا واخدين إيه من ده إحنا تحولنا إلى كيس لللكم يعني الناس كلها ابتدت تستخدم وسطتنا في الهجوم علينا ومن ثم ابتدأ الموقف القطري يحس بالإنهاك الموقف المصري إحنا آخر حاجة قدمنا بقى ورقة والورقة بتاعتنا فيما يبدو إنها ورقة الفرصة الأخيرة اللي هي بعد كده يعني لا تلمن إلا نفسك وأمريكا وقفة ضامن لموقفها ومعانا طبعا قطر والمشهد حتى هذه اللحظة لم نتلقى ردا نهائيا من حماس مكتوبا فيما يتعلق بالمقترح المصري الأخير وعايز أقول هنا حاجة مهمة للغاية الرأي العام فيما يبدو مش فاهم الخناء فين وإحنا لو شفنا الخناء فين في الحقيقة هنعرف إن إحنا قدام مشهد بيتسم بالغرابة وفي نفس الوقت ليه هو جامد إذا كان الهدف النهائي هو المقايضة الهدف النهائي المقايضة أنا عندي رهاين عايز مساجين هي واضحة صفقة وده اللي طول الوقت حكومة نتنياهو تحت الضغط بتاعه نفذ الصفقة وهناك حرب ترتبت على موضوع الخطف ومن 7 أكتوبر وإحنا عايشين في الكارسة كبيرة طيب إيقاف الحرب معناها نفاذ الصفقة ولا نفاذ الصفقة ده مرحلة من مراحل الحرب ولا الصفقة شيء والحرب شيء كما يفكر الإسرائيليون في الحقيقة إحنا وقفين قدام مشهد هو ده مشكلته الكل يبحث عن صفقة ولكن المشكلة هي في إيقاف الحرب لا إسرائيل حتوقف الحرب ولا حماس حتوقف القتال لأنه شرط حماس الانسحاب المطلق الكامل وإيقاف الحرب بالكامل ثم المساعدات ثم إعادة الإعمار ثم أكلمني بقى في موضوع الصفقة إسرائيل العكس أنا بالقوة والضغط عليك حاخد الرهاين ومسألة إنك تاخد المساجين دي مسألة عايزة نظر وفي كل الأحوال لابد من القضاء المبرم على حماس فإنت قدام مشهد ده تفسيره وده هو منطقه وفي وسط ده فيه خناء على مستويات أخرى ومتعددة واحدة منها هي خناء ما بين المتطرفين في إسرائيل لأنه هم كلهم متطرفين إما متطرفين علمانيين وإما متطرفين دينيين وفي الأشد تطرفا يعني وما بينه ناس اعتبرت إن هذه المسألة هي مسألة جهاد نصر أو استشهد فإنت وقفت هنا قدام مشهد ماهوش سهل تفكيكه وفي نفس الوقت الوساطة فيه ميش سهلة لأنه ممكن تكون إسرائيل وقعة حكومة نتانيا وقعة تحت ضغوط متعددة من الداخل لكن من الخارج لا ما فيش ضغوط أما بالنسبة للحماس فالضغط الوحيد اللي عليها والضغط العسكري ولا أحد في المحيط الإقليمي ولا مصر ولا قطر ولا يحد يملك إنه يقول له واحد بيقاوم على أرض محتلة ما تقومش لا ما نقدرش وعشان كده مسألة إنه المسألة تمشي بالضغوط لا ده كمان مش تفكيه طيب معه نحن كما ذكرت حضرتك أمام أولويات مختلفة تماما ومتنقدة حماس تريد أن تحافظ على كيانها على بقاءها على وجودها في قطاع غزة والسيطرة عليه هذا ما ترفضه إسرائيل تماما وهنا المعضلة هذه المعضلة كيف ستحل لأنه إسرائيل لن توقف إطلاق النار نهائيا بدون الحديث عن وضع نهائي في غزة لا تقبله حماس مصبوك فهل يعني هذه المشكلة والمعضلة كيف ستحل شوفي فيما يبدو أنه أنه في حد أدنى من الاتفاق ما بين حماس وما بين إسرائيل في الحسم على الأرض يعني فيما يبدو أن هناك اتفاقا لا نراه صراحة ولكن فيه اتفاق في الحتة دي الحسم حيكون على الأرض والمدان هو الميزان خلص عدا ذلك بقى اللي هو جوهر الصراع أصلا محدش فاهمه لأن على سبيل المثال بيفترض أن المقاومة هدفها تحرير الأرض لا ده المستعمل رجع تاني اللي كان عمل فضل ارتباط بشكل أحادي دخل تاني وعمل لنفسه قاعدة في المحور الجديد اللي عمله بتعمل سارين يعني ابتدى يقول أنا وجودي هنا حيبقى دائم وهناك اقتطاع للأرض وهناك أفكار تانية لمستقبل غزة يعني المسألة خدت شكل مؤسسي شوية الطرف التاني لا أنا معاك يعني أنا حفظة لأقاتل معاك لحد النهاية نصر أو استشهد طيب يا سيدي انت الفاتورة بتاعتك قربت من 35 ألف ضحية يعني والدنيا مقلوبة والعالم كله زعلان لا المسألة دي دول شهداء وأنا مكمل في القتال طيب قدام مشهد بهذا الشكل أنا كمصر مشكلة فيهم هي ده المهمة كمان أنا عندي اعتبارات الأمن القومي للدولة المصرية واحد اتنين بقى ان ده بيحصل فيه توقيت كامل المحوط حول الدولة المصرية لا مش لطيف من الجنوب فيه سودان عندي مشاكل ليبيا ما تحسمتش البحر الأحمر حصل فيه ايه لا بيضوا مشاكله إذن أنا فيه كمان في وسط هذه التحديات مكوان لازم نبق لي رؤية وبعدين هي قصة غزة دول 14 كم من أصل لقد ايه حدود بيني وبين الطرف التاني إسرائيل لا الحدود بيني وبين إسرائيل ممتدة من العرش لحد طابة حيالله في الجزئية دي في المنطقة دي دي المنطقة الملتهبة واللي هي أكتر تهديدا على الأمن القومي طيب قدامي الاعتبارات دي كلها لازم أرصي أنا كمصري على الوضع اللي يعنيني وخليني أبقى رجل شريف ووضح ما يعنيني هو الأمن القومي المصريي واعتبارات مصر أما اعتبارات حماس فهذا شأنهم أما اعتبارات إسرائيل فهذا شأنها أما شأني أنا هو ما يتعلق بالأمن القومي المصري وأنا لما بكلم على الأمن القومي المصري ما بكلمش بشكل قطري لأن ده جوهر الأمن القومي العربي كله في الحقيقة لأن من غير ده ما فيش نظرية للأمن في المنطقة العربية فبالتالي ده الكتلة الصلبة للأمن القومي العربي اللي هو الأمن القومي المصري طيب إذا كانت اعتبارات الأمن القومي النهاردة وصلنا بقى في التهديدات إلى أنه بسبب هذه الأزمة البحر الأحمر بقت أزمة أنا كمان خناة السويس دخلنا في تعقيدات أيضا هناك تعقيدات متعددة وعلى مستويات متعددة تبين في المنطقة السودان أيضا الموضوع في السودان ولا كإن في شيء في السودان لا السودان مظهر بقى في منطقة خطورة أيضا الوضع في ليبيا لم يحسن بعد ولا يذال يشكل في حده الأدنى لا ما هو التهديد قائم لأنه على الأقل الاستقرار لم يحدث أنا مش عارف بالزبط جراني وضعهم وكذلك باقي الاتجاهات بتاعتي إذن موضوع غزة بالنسبة لنا هو موضوع غاية في الأهمية طيب هل نستطيع أن نقول أن هذا الصراع من الممكن حسمه طيب أنا في يوم 13 أكتوبر وأتصور إن لا مش أتصور ده كان بحق أو حقي أنا كنت موجود هنا في مسبير وكنت موجود على الفضائية المصرية يعني بعد سبعة أيام أو ستة أيام قلت أن هذا الصراع كل بالمعنى الخرفي لكلمة كل أطرافه خاسرة كل أطرافه صحيح حتى هذه اللحظة لأنا قاعد فهم مع حضرتك تخسر أمريكا القضية الحلسطينية خسرانة مش كاسبانة أيضا إسرائيل خسرانة الكل خاسر ثم أن الهدف الاستراتيجي هو فين هو ده بقى الموضوع الرئيسي اللي الناس بتضحك على نفسها بيه كان الهدف هو تحرير فلسطين لم يحدث الحكاية خنائت مخطفين ومسجونين فقط لغير طيب ما هو إسرائيل هي طبعا تخسر من الجنود وتخسر قصوبيا وتخسر مبالغ طائلة لكن هل إعادة تموضعها في قطاع غزة فكرة المظلومية التي تقوم بها على مستوى العالم هل هذا يعني مكسب لها في هذا التوقيت شوفها فان حضرتك كده دخلت فيه الملف الأعظم بقى إسرائيل خسرت حرب الصورة لأنه إسرائيل قامت على صورة إن إحنا مظلومية إحنا اللي طلعنا من المحرقة إحنا اللي اتعرضنا للاضطهاد الآن أنت بقيت أسوأ من المحرقة إنت عملت كل شيء اشتكيت إن الناس يعملوا فيك عشان كده خسروا بقى وعشان كده ده حينقلنا بقى لمشهد تاني الناس اللي تتفرج عليه من دول وهو مشهد المظاهرات في الجامعات الأمريكية إسرائيل فقدت آه طبعا فقدت فقدت معركة الصورة ولكن في نفس الوقت هي ما فقدتهاش لصالح حماس لا حماس أيضا خسرها لحرب الصورة لأنه اللي كسب هنا يعني دي خسر اللي كسب غزة خلي بالك إن إسرائيل في أجندتها وبوضوح مطلق الحرب على لبنان أيضا ودي جابها هم جاهزين ليه هم خلصين مصدقين على كل خطاتها يعني الحكاية مش غزة بس إحنا بس اللي عنينا مركزة لكن أيضا عندهم مشكلتهم فوق طيب إنت خسران حرب الصورة وخسران مشكلتك الرئيسية اللي هي الفكرة الصهيونية فكرة إن العرب موجودين على أرض فلسطين بشكل مؤقت وإنه دولة إسرائيل حتفضل إلى الأبد مستحيح أنت تعرضت لكهديد وجودي ولابد أنك تتعاطى مع نظرية جديدة للأمن وإلا ارحل وامشي خلصنا من نجع قلبك أما هم فشايفين لا ارحلوا أنتم يترحل الفلسطينيين إلى مصر اللي في غزة ويترحل اللي في الضرفة إلى الأردن وخلصت القضية الفلسطينية خلينا نخلص ففي الحالتين أنت قدام خسر إسرائيل خسر وما نراه الآن من رأي عام ابتدى يتحرك ضدها مش بس عشان خسرانا حرب الصورة ده خسرانا في حتة تانية لو نقبلنا أنه اندلعت المظاهرات في الجامعات في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي مناطق تانية من العالم بعد إقرار حزمة المساعدات مباشرة اللي أقرها الكونجرس واللي بتوصل لستة وعشرين مليار دولار إلى إسرائيل لن يصل إلى إسرائيل منها إلا سبعتاشر سبعتاشر في صورة زخاير وأسلحة وبتاع والتسعة قال إيه في منهم اتنين إسرائيل تتولى إنها تبعك مساعدات إلى غزة وده طبعا شيء مضحك أما الباقي بقى فهي شوية عمليات كده للجيش الأمريكي بميزانية إسرائيلية وبإشارات إسرائيل في أكتر من منطقة من ضمنهم السودان ما اللي بص على القانون اللي طلع ما حدش أراه وما حدش بص عليه كويس فواضح إنه فيه رؤية أمريكية لدور إسرائيلي آخر أكبر أضخم من اللي إحنا فيه دلوقتي وفيه رقعة جغرافية أكبر بالزبط بالزبط هو ده الكلام السليم والدقيق علشان كده إحنا قدام مشهد الناس لازم ما تفهموش طبعا عندهم حق إنهم ما يبقوش فاهمينه آه يعني إيه دا مخطط لهذا الصراع أن يستمر وأن يتوسع وأنه التطرف ياخد مدافع لأنه لو ناخد بالنا بقى النهاردة من ساعات يعني خلينا نتكلم بوضوح اليهود الحاردين اللي هم بقى الأرثوزاكسر الألترا يعني الناس اللي هم السلفيين قوي قوي اللي موجود النهاردة فيه مظاهرات ليه ابتدأ تجندهم يحصل لأنه فيه قانون بشأن تجنده طبما هاي دي مشكلة كبيرة بالنسبة لهم لأنه المجتمع ده أصلا ده تشكيل عصابي بالمناسبة يعني مش دولة ولا ده مجتمع ولكن مفرداته بتنهش في بعض عاملة زي صندوق مليان عقارب بيلدعوا بعض يعني طبما هده شجال جوه المجتمع الإسرائيلي وعلى نحية التانية من عند كمان في غزة ناس بتعيني يا ناس هتفضل طول الوقت متصورين أنه الناس كلها في حالة إجناع مطلق على ما يحدث يعني النس بعد ما تهدمت بيوتها وبعد ما تبهدلت والأطفال اللي تقتلت إحنا متخيلين وهم أنه الملايين اللي موجودة لتنين مليون وكسر الباقي منهم تقريبا ودول كل يوم مع حماسيا السيناريو الأخر أو البديل هو أنه يتركوا أرضه مهدد تحديد وجودي للقضية أيضا ما هو كمان موجوده مهدد فأنت قدام مشهد لتنين بيشبوب بعضه أو كأنه مرايا بيعكسه بعض فأنت عندك إشكال وجودي في إسرائيل وعندك إشكال وجودي في غزة وفي الضفة الغربية أيضا وده برضو اللي تايه لأنه في الضفة الغربية في مشهد مروع غاية في الخطورة والضفة الغربية هي الأخطر في الحقيقة مش غزة غزة دي أول عن آخر 365 كيلومتر أما الضفة الغربية فهي 5,844 متر كيلومتر متأسف أي أنها 20 باع في غزة وبيسكنها 3 و 2 من 10 مليون إذن أنا قدام لا أنا قدام مشهد قاسي هذا المشهد القاسي اللي العالم فيه بيتجاه الحاجات ويتعمل بشكل انتقائي ويركز على إيه ويسيب إيه كل ده بيخليك منتاش فاهم أو منتاش مدرك حقيقة المشكلة الكبيرة نتنياهو عندما بدأت للإشكال وهو من قبل الإشكال في الحياة وهو يعرض خرائط إسرائيل الكبرى نعم يعني الحكومة دي جت وفي دماغها مشروع إقليمي للأسف والإخوان المسلمين حماس مهم الإخوان يعني دول ما فيش في دماغهم مشروع الدولة الوطنية بالمناسبة عشان نبقى واضحين وشرفة فلسطينية بتاعها ومش بتاع الدولة ده بتاع خلافة ما هون ناس برضو مش عايزة تستوعي بدين مش عارف ليه أرجو أنه يكون واضحا وخليمي أتكلم على مسؤوليتي أنا أنني مش بوشين يعني أنا مش مع الإخوان المسلمين هنا وضدهم هنا لأ أنا ضد هذا المشروع على مصر وعلى فلسطين وفي أي مكان مشروع الجماعة دول نعم طيب اسمح لنا أنه ينضم إلينا في هذا النقاش من القاهرة عبر الهاتف دكتور جهاد الحارزين أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في أشؤون السياسية الفلسطيني دكتور جهاد ونحن نتحدث عن ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة مدى التوافق الفلسطيني في الداخل على ما تقوم به ومسألة وجودها في قطاع غزة والحديث عن مستقبل القطاع في ظل وجود حماس وأن وجود حماس قد يكون مرتبط أيضا بأي اتفاقات مستقبلية لوقف إطلاق النور أنا أعتقد أولا بأن كل ما يجري في الأرض الفلسطينية قد وخذها الشعب الفلسطيني رهينا لمجموعة من الأتبارات ومجموعة من اللجندات الشخصية واللجندات الخاصة التي تبنتها حركة حماس والتي من خلالها يدعى الشعب الفلسطيني الثمن الأكبر بهذا السياق وأمام تلك الجريمة التي ترتكب وخاصة نحن أمام حرب إبادة متواصلة ومستمرة من قبل الاحتلال في قطاع غزة بالإضافة لمجرد الضفة الغربية من محاولات ومن عمليات استيطان متواصل ومن أكداءات وكذلك في المسجد الأقصى إذن نحن أمام حالة لا يمكن وصفها من الدمار ومن إعطاء الفرصة الكاملة للاحتلال لإسرائيل للقيام بتلك الجريمة علما بأن كافة التقارير التي ظهرت خلال هذه الكثرة والتي بدأ الكشف عنها هي تتحدث بشكل صريح وبشكل علني بأن كان هناك المشروع الإسرائيلي والمخطط الإسرائيلي الذي استهدف كل أبناء شعب الفلسطينيين استهدف القضية الفلسطينية وخاصة في ظل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة وقبل ذلك منذ بداية الانقلاب الذي جرع عام 2007 على يد حركة حماس التي انقلبت على الشرعية الفلسطينية وبدأت تنفذ أجندات تضرب المشروع الوطني بشكل كامل ولذلك اعترف نيتنياهو وتحدث يوم أمس رئيس المساد الإسرائيلي السابق وقال بأن كانت هناك مخطط لدينا وكنا ننقل الأموال من دولة قطر إلى قطع غزة وصفت طائرة رئيس المساد للاستمرار في الانقسام الفلسطيني أو لتغزية الانقسام الفلسطيني وتغزية حركة حماس حتى لا يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة هذا الأمر الذي يدركه الجميع واصبح الجميع يدركه بأن القضية الفلسطينية بخضر القضية الأخرى والتي نتحدث نحن نتحدث عن سبعة أشهر كاملة من الحرب المتواصلة وحرب الإبادة التي ترتكب ولازال البعض منهم يراهن على مجموعة من الأجندات الشخصية والمجندات الحزبية دكتور جهاد هل أصبح وجود قادة حماس في أماكنهم الآن يعني موجود فعاليا نسمع عن طبعا انتقادات لقاطر على استضافتها قيادات لحركة حماس بعض القيادات الحمسوية أيضا تحدثت عن إمكانية العودة مرة أخرى إلى العاصمة الأردنية عمان أو إلى لبنان وغيرها من هذه الأقويل لماذا الحديث عن هذه النقطة الآن هل هناك تفكير في فتح مكاتب سياسية لحركة حماس في الخارج خروج من قطع غزة أو إلى آخرية من هذه الأطرحات أنا أعتقد بأن الأمور المتعلقة بقضية التفصحات التي صدرت عن موسى أبو مرزوك وغير موسى أبو مرزوك والتي تتحدث عن نقل المكتب السياسي نحن نعلم جيدا بأن قطع قد بدأت تلوح بعدما أعلنت بأنها تراجع موقفها بما يتعلق بقضية حماس ووجود المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة بدأت تراجع موقفها ولذلك بدأت تتكشف الحقيقة بأن وجود مكتب حماس كان بتوافق إسرائيلي وبتوافق أمريكي داخل الدوحة ولذلك الدوحة كانت تدعم وتقدم كل الدعم لحركة حماس وهذا يعطينا موشع جديد على المشروع الذي كان يستهدف القضية الفلسطينية وبعد ذلك جاءت زيارة ثانية إلى تركيا والذي يتحدث عنه بأنه خليفة عن أردوغان بأنه خليفة المسلمين ولكن موصب مرزق ونحن نعلم حجم التفصحات التي حاولت تستهدف المملكة الأردنية من كلام إثارة الرأي العام داخل المملكة الأردنية والحديث سواء من قبل الجناح العسكري لحركة حماس والجناح السياسي حول الأردن ودور الأردن ومحاول إثارة القضايا أو المشاكل خاصة في دول الطوق والتي هي تقدم كل الدعم دول سواء جمهورة المسلمة العربية والمملكة الأردنية لصالح القضية الفلسطينية إلا أن حماس لا زالت تراهن على أجندات خارجية تستهدف الكل الفلسطيني أشكرك شكرا جزيلا دكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون السياسية الفلسطيني أعود إليك أستاذ أسامة مرة أخرى بسبب التصريحات عن مستقبل قيادة حماس بقائها وماذا عن أيضا الجناح المسلح تابع لها ومستقبله في قطاع غزة شكرا فانديم هو الجناح المسلح ده مشكلة كبيرة أو أول لأنه حماس ليها مستوى سياسي ولها مستوى عسكري حتى هذا المستوى العسكري اللي هو مفروض أنه موجود في غزة هو كمان عنده تنظيماته فالحكاية ما هي سهلة لا سهلة على الإسرائيليين كما يتخيلوا أنهم حيعرفوا يجتثوا هذا الكيام سياسيا وعسكريا يعني بإحلامه وأيضا في نفس الوقت الاستمرار أيضا صعب يعني دي صعبة ودي صعبة وليه بقولي الاستمرار صعب الكلام ده الناس بتزعل منه اللي عايز يزعل يزعل في حاجة اسمها الزخيرة والزخيرة دي مخزون صحيح إذا لم يستعوض يبقى المقاتل ده مع السلامة إذا كان صمد سبع شهور من عالم حيصم التاسعة عشرة لحد فين الزخائر فين هو ممكن يتصرف في الميا ممكن يتصرف في حاجات كتير ولكن ده بيقاتل ومفروض أن يحافظ على حياة الرهان اللي معاه يأكلهم يشربهم يعالجهم وإلا موقفك آه أنت مفيش أوراق في إيدك حتى هتعمل إيه صحيح ثم بعد تدمير بنية تحتية اللي حصل بعد عدد القتل الذي تجاوز أربعة وثلاثين ألف وخمسمية لا أنت كمان تحت ضغوط ما تقوليش أنك أعمي أقدامك قوية على الأرض أنت كمان عندك ضغوطك فعلشان كده موضوع حماس هو موضوع ينبغي أن يكون موضوعا لنقاش آخر فيما بعد الحرب ولكن في اللحظة الحاضرة لماذا ينبغي النظر إلى اعتباراتهم لأنه فيه هنا صفقة ما بين طرفين أنا مقدرش ألغى أي طرف من الاثنين لأنه فيه مسجونين في دين الإسرائيليين وقد ازداد عددهم تمن تلاف زيادة عن الست تلاف اللي كانوا معاهم منذ سبعة أكتوبر والنحية التانية فيه مخطفين مدنيين وعسكريين ستات رجالة مجندات رتب شيوخ لا من كله ده كان فيه أطفال في الصفقة الأولى اللي تم يبقى أنت كمان عندك إشكالتين طيب أنا قدام المشهد ده كله عندما أنظر إليه ما نظرش إليه بقى بشروطه هو وبقواعده إنما من منظور مصالحي أنا هي ده نمرت واحد نمرت اتنين وعلى جنب كده وبين قسين مصر لو يعني خرقت الأرض وبلغت الجبال طولا معاهم يعني حيتزايد علينا حيتزايد علينا فنريح نفسينا من الحكاية نحن موضوع مزايدة إلى الأبد ورغم إن المساعدات اللي قدمتها مصر واللي لسه موجودة وبتدخل وهتدخل بإذن الله تفوق كل مساعدات دول العالم 86 ألف طن بينما أدخن دولة عمل كام يعني جيب إيه وغير اللي نزل بالطيارات وغير وغير ما فيش حدا المزايدة شغالها شغالها فدي مسألة ما بنحطهاش في دماغنا لكن خلينا نحط في دماغنا مستقبل هذه المنطقة هل المنطقة اللي احنا عايشين فيها مستقبلها بالطريقة دي حيبقى عامل إزاي هل فيه تهديدات على المنطقة آه بالتأكيد انتصرت حماس أو انهزمت الاتنين هيعملوا مشاكل الاتنين هيعملوا مشاكل لو انتصرت لو انتصرت تصوري بقى وجود إمارة إسلامية على حدودي ومش أنه إمارة دي إمارة للإخوان المسلمين التانية بقى لو انهزمت الإسرائيليون أصبحوا على حدودي على كامل الشريط ومش كده بقى وبس ده قطاع غزة حيبتلع طيب يعني بين النصر والهزيمة يعني دين نقطة الوسط يعني ما فيش وسط ما هي دي بقى المشكلة يعني انهم وضعوا قطاع غزة شجرة ان الظلمة انها يمكن يكون مستحيل انت إما خاسر وإما كاسب طيب انت في موقف خاسر خاسر يعني ياريتني شايف طرف يعني يمتلك ميزة أبدا الطرفين خسرانين طيب وده كويس طيب هل من مصلحة مصر الفوضى على كل الاتجاهات الفوضى السودان الفوضى ليبيا الفوضى على حدود مصر الشرقية الفوضى في البحر الأحمر الفوضى في البحر الأبيض هل ده مصلحتي وأنا ببني وبعمل تنمية وعندي مشكلاتي طبعا عندي مشكلاتي لأن أي حد بيعمل تنمية لازم يوازن بين احتياجات ما بين هعمل تنمية وأمن طيب ده أنا عندي تنمية وأمن واقتصاد عايز أن أنا أزقه وأدفعه وأرفعه فأنا عندي ثلاث حاجات موزع ما بينهم بينما في دول العالم الناس بتختار حاجة من اتنين يا الأمن يا التنمية أمريكا ستنفسها اخترت الأمن ما اخترتش التنمية أمريكا فيها مصايب تتعلق بالبنية التحتية ودول كتير ألمانيا النهاردة عندها مشكلة قطعة كهرباء عشان الناس اللي بتزايد لأ حاجات كتير طيب أنا في وسط كل هذه المعادلات أنا مستقبل مصر ومستقبل المنطقة ايه؟ بعد هذا الحادث اللي هو مجرد حادث خطف ووجهة بعمل جوابي هم بيختفوا طبعا قتلوا من المدانين ألف ومئتين ده طبيعي مال يعني انت هتعمل ايه؟ انت كنت راح تختف وترجع لأ حصل اشتبك وبالتالي الطرف التاني روح لانتقام عنده أعلى بكتير قوي 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 من الدفاع يعني دفاع ايه كمان ما هو ده راخر يعني بيجذب على نفسه وجيش دفاع ايه؟ ده جيش الهجوم وجيش العدوان اللي ربنا خلقوا في الدنيا كلها ومال ده الدفاع ومال انك تروح تضرب سفارة في دمشق مال ده ومال انك مش عاربت ما هالموضوع عمال تدعياته بجيب تدعيات 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 ثم طيلة الوقت بيظهر لي على المشهد بقر ما كانتش معامل حسابها ان يبقى فيه اسناد من انصر الله في اليمن وبالتالي المنطقة المحيط الهندي بقى بحر العرب ومسألة باب المندب مشاكل ايضا ان يكون هناك اسناد من العراق ان يكون هناك اسناد من لبنان مضبوط وسريع كل ده مش في دماغ الطرف التاني طيب في كل الاحوال انت امام مشهد مهوش سهل تفكيكه ومسهل كمان انك تركب عليه ما هو الحل الامثل طيب ما هو الحل الامثل يعني برأيك ما هذا هو التساؤل الذي لا يضيع حق الفلسطينيين في ارضهم ويحل هذه الاشكالية التي كما ذكرت حيك احنا في موقع خاسر خاسر بالنسبة لحماس و بالنسبة لإسرائيل وإسرار من الطرفين على شروط التفاوض كيف ستتصرف مصر كوسيط وكمهتم بسبب امنها القوم بالضبط هنا هي دي حدودي حدودي الوساطة لان انا لو منخرط هتبقى دي كارسة انا مش منخرط حماس واسرائيل كلاهما كأنه يسعى الى ان تنخرط مصر كأنهما يتحديان مصر اللي اتنين لانه حماس يقول لك خزلونة خزلتك منين هو انا بيني وبينك اتفاق يعني بالعقل انت عايز تجرجر ان المعركة مش بتاعتي ليه انت ليه عايز تهدد الامن القومي بتاعي انت ليه طيلة الوقت عايز ارادتك يعني ارادة ابايدة هتمشي على قوات المصلحة المصرية بالعقل بس خلنا نتكلم صح والعز يزعل يزعل والطرف التاني كمان لالطرف التاني عايزني اضغط على حماس على حماس طبعنا لمؤفزة الخناء اللي بينك وبينهم انت وحماس مشتركين في مصيبة واحدة انكم كنتم شريكاني في اضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية حتى لا يكون هناك امل في دولة فلسطينية مصر هي الوحيدة اللي بتتكلم في موضوع ان الحل هو الدولة ما فيش حل غير الدولة وبينما انا وانت عادين مفروض ان بكين في الصين في وفد من حماس وفد من فتح عادين وصلوا الفين لا نعلم ما نعرفش هل صحيح من الممكن انه ما حدش يعرف هل ممكن ان حناس تبقى جزء من منظمة التحرير ما حدش يعلم ما هديه هتبقى معادلة تانية صحيح طيب هل صحيح انه المصالحة الفلسطينية انه امل يعني دول بمئة رأي انت عارفة عايز الديني خسام ده المخرج الوحيد امامه استاذ قسام هم الان في مزنق كبير لابد ان يكون مراجعات الطرفين الطرفين في مأزق صحيح وخلينا نعترف بده وما فيش حد يوهم على الناس انهم انتصروا انتصر يعني ايه فرض ارادته ازاي هو مجرد فشل الطرف التاني في فرض ارادته ده انتصر طيب ما انت كمان طيب لا اقصد انه هل حماس مضطر الى القبول بهذه الخيارات تتوافق عليها اسرائيل تتوافق عليها الولايات المتحدة وقد يكون انه هذا هو المخرج الاساسي ان تقدم مراجعات تنضوي تحت سوفا لابد من تقدم تنازلات من الطرفين ما فيش طرف اسرائيل لازم طب لابد ان اسرائيل تقدم تنازلات ما هي التنازلات التي تقدم واحد الانصياع لمسألة الانسحاب لابد ان يحصل انسحاب الانسحاب كامل الى مقبل 7 اكتوبر ليه يعني انا حتى بشكل عقلي عقلي انت عايز المخطوفين بتوعك اللي انت بقى لك 7 شهور بالأمار الصناعية ومعاك الامريكا ومعاك اجهزة مخابرات العالم مش عارف هم فين مش كده اقول ليه اتفضل حضرتك اتحرك يمكن يكونوا تحت رجلك اتحرك خلينا نطلعهم علشان اعرف قيدهم ده بالعقل و بالمنطقة لأ التاني شايف انه مجرد الانسحاب ده معناته الريا البيضة يعني انا كدولة انهزمت وانهزمت قدام جماعة هو غير نظامية اه جماعة في النهاية لا ما هو ده كمان يبقى له تدعياته هناك مش بس على الحكومة وتركبها لا واصلا الكيان الصهيوني وفكرته لا ده الموضوع دخل في عمق تانية اذا انا قدام موقف لابد عشان يتحل يكون فيه تنازلات وتنازلات قسية اي ان اسرائيل عليها انها توقف الحرب بطورة وانها تسحب هل عليها ان تقبل بشكل جديد لحركة حماس اذا قابلت هي تقديم مراجعة لا لا خلي بال حضرتك انه كده كده اسرائيل وحده قرار يعني انا اخدت الرهايم بتوعي في صفقة او ما خدتهمش الحرب مش هتنتهي يعني ايه يعني حتى لو خدت الرهايم بتوعي انا حواصل القتال الى القضاء على حماس ليه علشان 7 اكتوبر ما يتكررش تاني فبرضو حماس عرف ده وعرف ده كويس جيدة هذا لا تريد الى وقف دائما انا ادهالك ليه اذا كنت انا حتى بعد ما حعطيلك المخطوفين بتوعيك انت حتوصل الحرب فاعطيلك المخطوفين ليه اذا انت قدام خلاص هي وصلت الى مرحلة العودة لابد انه الطرفين يعترفوا بضرورة وجود تنازلات حقيقية وعلى حماس ايضا انها تاخد بالها من انه اعادة الاعمار الرقم حيكون مروع والمدل وانه القتلى اللي حصل دول ده مش سهل دول مش ما تاخذنيش دول بني ادمين يعني مش طوب يعني وطبعا كل هذه الشهداء وكل دول مان يعوض مين يعني وبعدين اطفال ونساء يعني حرام وبعدين مدنيين يعني كمان مش منخرطين في القتال وحماس ايضا من ضم يعني المشكلات انها لم تعترف انا عندي كام شهيد كام قتيل مقاتري ما قالوش واسرائيل بتقول انا خلصت على كل حاجة وفضلتش غيرها 4 كتائب هما بيقولوا العكس احنا ما فقدنش غير 20% طيب ما انت كمان لازم تاخد بالك من موضوع الزخائر وموضوع كمان الرأي العام اللي من الممكن ينقلب ضدك في اي لحظة الرأي العام الداخلي طيب بخصوص الداخل ونتحدث عن هذا الكم المتكدس في مدينة رفح الفلسطينية ما مستقبل التهديدات الاسرائيلية فيما يتعلق باجتيح رفح وهل يمكن للفلسطينيين ان يتجاوزوا الحدود وكيف سيكون رد فعل طول الوقت الناس هنا خايفة من انه المليون دول يتزحوا لمصر طيب ما تفكر بطريقة عكسية هو المليون دول ما يعرفوش يبقوا النحية التانية يوم المليون دول مش عاملين خوف وقلق للقوات الاسرائيلية ان فيه مليون في وشه يعني ليه انا هو تهديد في وشه انا بس يعني طب ليه اسرائيل تقلهم قبل كده يعني اذا عايزين تحرقون ما تحرقون في صحراء النقب ودي ارضهم كمان يعني وفاق الجنينوا دول ودول الجنينوا طب ليه يا ابني ده ارضك اصلا يعني لماذا طيلت الوقت انا الآن يعني اولا مش هيحصل ده مش تفكير بالتمني لا ده تقدير موقف دقيق مش هيحصل من جهة فيه فلسطينيين شرفاء ووطنيين ومحترمين وقالوا حنموت بشرف على الارض يا تحتها احنا مش هنسيب اراضينا ومش هنعمل 48 جديدة وناس تانية شايفة بعنيها في ايه على الارض المصرية منتظره او منتظر التاني اذا ما تجاوز فده موقف صعب صحيح وفي الحالتين حيتقال انا الامن ايه الامن انا اقول له لا مش هتسيب ارضك ومش هتبيع ارضك زي ما اتبعت في 48 ويبقى فيه نكبة انت الامن ده ان يقال عني ايه لا يا فا انا مش على الشام هيقال عني ايه ما لا انا عندك كمان اعتبارت السيادة الوطنية على الارض ده غير طبعا اعتبار تصوية القضايا الفلسطينية اللي مش مسموحة انا بشكر حيك شكرا جزيلا الاستاذ اسامة دليل الكاتب الصحفي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالاهرام العربي على وجودك معنا في هذا شكرا جزيلا بشكركم ايضا مشاهدين على متابعتنا في هذه التغطية المباشرة لتطورة الاوضاع في قطاع غزة على رأس الساعة نشرة مفصلة الى اللقاء